قضى 65 شخصا وأصيب أكثر من 150 أخرين إثر سقوط رافعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة هيئة الدفاع المدني السعودي قالت إن 15 فريقا من الدفاع المدني موجودون حاليا في الموقع بالإضافة إلى فراق البحث والإنقاذ والهلال الأحمر وشؤون الصحية وجاء الحادث في الوقت الذي تستعد فيه سلطات السعودية لاستقبال نحو مليوني حاج لأداء فريضة الحاج الشهر الجاري شكرا